مفيش حد كامل كل برج مهما كان مميز بتلاقي له مدخل بتلاقي له صغرة كده فحلقة النهار ده ايه هي اضعف صفة في كل برج مش بس في الحب في اي حاجة في نواحي حياته يعني مع اصدقاه ومع اهله في شغله المهم هو ده موضوع حلقتنا وكالعادة كل حد يتوقع برجه ويكتف في التعليقات وحنا بنتكلم كده لاننا بقرأ كل تعليقاتكم ويلا بينا مع برج الحمل برحب باجمل الناس واجمل على في الدنيا وياريت اللي مشتركش يشترك والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به مع برج الحمل اللي هو برج رجل او امرأة العصبية الشديدة خسرتنا كتير العصبية خسرتنا كتير عصبية برج الحمل اوفر واي صفة هنقولها في برج هتبقى فيه بشكل اوفر وده اللي خلاها بقت يعني ضعف بالنسبة له وبقت نقطة ضعف عصب جدا ممكن لو معه حق بسبب عصبيته يخسر الحق ده او الناس تشوف ان هو متحامل على نفسه والطرف الاخر بنحاول ان احنا نقل منها على قد ما نقدر ولكن مش عارفين اما برج الطور الخجل الشديد الخجل الشديد كل برج المفروض بيتمتع بنسبة خجل ولكن مع برج الطور خجله شديد مما في بعض المواقف ممكن يخليه كده يعني حقه ما يعرفش ياخده تعبير عن اللي جواه ما يعرفش يقول ما يعرفش يجامل لو هي متجوزة وغلطانة مثلا او بتحب حد وغلطانة ما تعرفش ان هي يعني ملخ خجل الشديد في كلام كده مطلوب تخجل ان هي تطلب حاجة يخجل برج الطور ان هو يطلب مصلحة يطلب علاوة ان هو يعمل الحركات اللي البعض بيعملها ده عشان يصل لمبتغاه فزادت صفة الخجل مع برج الطور عن الحد فاصبحت ضعف والمفروض ان هو يشتغل عليها شوية كل حاجة في المعقول بتبقى حلوة واحنا بنكمل كده يا ريت لو عجبتكم الحلقة ندوس لايك ونشير على قد ما نقدر توصل لكل اصدقائنا اللي محتاجين ان هم يشوفوها برج الجوزاء حد توقع توقعتوا يا جوزائيين اكتر حاجة ممكن تكون فيكم نقطة ضعف والصفات تجعل منكم ان احنا نقدر نقول عليها مزعجة في شخصيتكم التشتت برج الجوزاء من الاوراج اللي ممكن عندها نسبة تشتت زيادة عن اللزوم نسبة تشتت اوفر وعارفين كلنا ان الجوزاء شخصيتين وبيحبوا ويكره وبيقعد ويقف كل ده في آن واحد مما يجعل موضوع التشتت او صفة التشتت في شخصية الجوزاء رجل او انسة نقطة ضعف طبعا نقطة ضعف وبيخسروا كتير حاله كحال الابرج اللي سبقته واللي هتيجي بعده السرطان بقى الامان او فقد الامان او عدم سهولة الحصول عن الامان ولذلك تلاقي لما اتنين مرتبطين في طرف سرطان يتعب او الطرف التالي لان السرطان صعب تنالصقته جدا وعنده مشكلة مع حتة الامان بشكل كبير او ممكن تكون صفة مزعجة لي واللي بيتعامله معها لانها زيدة عن اللزوم في شخصية السرطان رجل ولا سيما انسة طبعا وهي موجودة فيهم هم الاتنين اما الاسد بقى برج الاسد توقعته وكتبته حب الانا حب النفس بتحب نفسك اوي رجل وامرأ بيحب نفسه لدرجة انه مش شايف حد في الساحة غيره ومش شايف ان في مكان ينفعله غير المكان رقم واحد نمبر وان ودي مشكلة برضه بتجعل بتجعل نظرة الاخرين لبرج الاسد نوع من انواع ان انت اناني شوية ان انت شايف نفسك ان انت مغرور وعد بقى الاخ اكيد طبعا لانها زيادة عن اللزوم بتبقى صفة ضعف في شخصية البرج ده نظره بقى المثالية مثالي بيرفكت مش عايزين غلطة فيتعب اوي نفسيا ويتعب نفسه ويتعب اللي حواليه واللي بيتعامله معه كل حاجة بالمصطرة والقلم كل حاجة لازم تبقى مثالية كل حاجة كل حاجة لازم تبقى بيرفكت فغلط وصعب وهي زيادة اوي في شخصية العزراء اضافة على انتقاداته عنده حتة الانتقاد زيادة اوي عن اللزوم يا عزراء رجل او انسة فدي برضو خلي بالك بتزعج الاخرين منك ولازم ان انت تعمل كنترول شوية عليها على قد ما تقدر الميزان تردده مهما تعددت الصفات الجميلة في برج الميزان ييجي في حتة التردد ونتعب معه ويتعب نفسه ويتعب المحيطين وصفة التردد شديدة عند برج الميزان عالية اوفر عند برج الميزان اتفقنا اختلفنا اعترفوا او نكروا احنا عارفين ومتأكدين واللي تعامل مع برج الميزان بشكل قريب يلمس دي العقرب كتبته عقارب الشك بتاعك يا برج العقرب زيادة عن اللزوم الشك بتاعك يا برج العقرب اوفر قوي ودي برضو صفة تعتبر ضعف لانها هتخسرك كتير ممكن تخسرك حد مرتبط بي ممكن تخسرك صديق مقرب ليك ممكن تخسرك بعض من اهلك فبرضو لازم ان انت تنظر للموضوع يستحق في حلقة النهاردة وده الهدف ان احنا ننظر في الصفات دي ونحاول ان احنا نقننها نحاول مش هنخسر حاجة يعني برج القوس بقى الاندفاع او التصرع الاستعجال اذا قلنا ان برج القوس رجل وانسة اكتر الابراج اندفاعا واستعجالا ما بلغناش وما ظلمنهوش ورغم ما فيه من صفات جميلة ومميزة الا ان الحتة دي مزعجة وبتخسره كتير حاله كحال الابراج اللي سبعته واللي هتيجي بعده الجد كتبته توقعته شيالين شيالين اوي ما بتنسوش بتشيله بتخزنه صعب لو مرت سنوات ما بتنسوش خاصة الازي اه طبعا ودي ممكن تخسركم كتير ودي الصفة البرزة اوي في شخصيتكم رجل او انسى ولازم والموضوع يستحق ان انتو تعيدوا النظر فيه الدلو كتبته متى النشاط التطنيش بتاعكم التطنيش قد يتحول لعدم اهتمام وطبعا دي مصيبة كبيرة اوي في الحب او لو حد من برج الدلو مرتبط الدلو بيبصلها ان انا عايش حياتي واللي بيتعامل معاك قد ينظر اليها بشكل تاني خالص وده هو اللي ممكن يخلي الموضوع يحتاج برضو منك لفت نظر على قد ما تقدر نختم بقى في فكهة الابراج برج الحوت رجل او بمبناية او انسى كتبته توقعته درجة الحساسية عالية هتتحاولوا ان انتو يعني تقولوا لا ومش لا لا انتو ما بتحسوش بنفسكم هو دايما الواحد بيبقى صعب يحس بنفسه ولكن اللي تعاملوا معاك هما اللي بيكونوا شايفين الصفات دي وهما اللي بيتأزوا من درجة حساسية الحوت عالية وبرضو تخسروا كتير يعني حلقة مختلفة عن سيستم الحلقات اللي جات في الفترة الاخير اكتبولي اراءكم واذا عجبتكم دوسوا لايك وشير وتوصل لي بقية اصدقائنا قنواتنا التانية اللي بيس على ازاي توصل معايا انستجرام فيسبوك كل ده في وصف الفيديو لو انت على يوتيوب ولو انت على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات ولو بتسألوا بنعملوا فين لايفات او بنعمل فين لايفات وناخد اسئلتكم وندردش كل ده تقريبا على الانستجرام وعندنا موضوع مهم قوي النهاردة على الانستجرام لايف يريد تنضموا عشان تحضروا معنا وناخد اسئلتكم هل لو البنت او الست حبيبها تكلمها في جنس او حاول يجرها الجنس ده معناه ما بيحبهاش بيستغلها او تتصرعوا في الحكم الموضوع في حاجات لازم تتوضح وده اللي احنا هنقشوا في لايف الليلة اللي بعد الحلقة دي مباشرة هكون منتظركم هناك واتوا حشو